هذا ويصادف الثاني والعشرين من أغسطس من كل عام ذكرى مرور ثلاثة وعشرين عاما على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتتزامن الذكرى السنوية هذا العام مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم ويحتفل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قارينة عهل البلاد المعظم بالذكرى السنوية على تأسيسه بمنجزات وطنية ودولية الذكرى الثالثة والعشرون لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة هي ذكرى متجددة تحمل في طياتها كل عام ما حققه المجلس منذ تأسيسه برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قارينة عهل البلاد المعظم من مقتسبات تستحق أن نقف عندها وننظر إلى محطاتها ومراحلها بنظرة فخر واعتزاز بدءا من تمكين المرأة البحرينية إلى مرحلة التقدم والريادة وتحقيق الإنجازات هذه الذكرى التي تتزامن مع الذكرى السنوية هذا العام مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم أيده الله مقاليد الحكم هي فرصة للتأكيد على ما حققته المملكة من إنجازات نوعية في مختلف القطاعات فضلا عن التقدم الكبير في شؤون المرأة البحرينية فتقديرا لهذه الجهود وباعتبارها شريك أساسي في التنمية في مملكة البحرين كان ارتأى جلالة الملك حفظه الله أن يكون العمل لتنمية الجهود وتوسعة الجهود المؤسسية الداعمة للمرأة تم اتفاق على إطار مؤسسي للعمل في مجال المرأة برؤية واضحة وتحديد أولويات والمشاركة الفاعلة في التنمية طبعا يتميز المجلس بأن وضعت له اختصاصات دقيقة واضحة قابلة للتنفيذ نوعية بحيث أن المجلس يكون مرجع لكل ما يتعلق بشؤون المرأة وأيضا جهة اختصاص لتدريب العناصر النسائية لكي يبدأ بالتعاون مع المؤسسات الأخرى في المجتمع بحيث تقوم المرأة بدورها التنموي في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني فالمجلس الأعلى للمرأة ومنذ صدور الأمر الملكي السامي بإنشائه في 22 من أغسطس 2001 وهو يحضى بدعم لا حدود له من قبل جلالة الملك المعظم حيث أصبح جزءا رئيسا من مشروع جلالته الإصلاحي والذي اعتبر أن المرأة شريك رئيس في مرحلة التغيير إلى جانب الرجل في تنمية وبناء الوطن لذا وضع المجلس منذ بداية إنشائه لبنات صلبة كانت منطلقا لوضع سياسات وخارطة طريق لعمله تسير في عدة مسارات متساوية لكنها تلتقي عند نقطة واحدة ومركزية وهي أطلاق برامج ومبادرات تخدم جميع خطط المجلس واختصاصاته ونتيجة لنهج التعاون والشراك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمرأة وهو النهج الذي حضي على الدوام بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استطاعت المرأة البحرينية بعد فترة من عمل المجلس أن تتجاوز مرحلة التمكين في بعض مجالات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية 2007-2012 إن المتتبع لمسيرة المجلس الأعلى للمرأة سيجد أنه يحمل دلالات عدة من أبرزها تبعيته المباشرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيضه الله وتقدير جلالته لمكون المرأة واهتمامه بشكل شخصي لمسار أعماله وضمان تضافر جهود الدولة كافة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمرأة البحرينية للتوفيق بين عملها ودورها في الحياة العامة من ناحية وواجباتها الأسرية من ناحية أخرى أما الدلالة الثانية فتتمثل بالتكليف الملكي السامي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله لرئاسة المجلس باعتبارها القدوة للمرأة البحرينية وتقديرا لدورها الرائد في مسيرة تقدم المرأة وقيادة العمل النسائي وتمثيل المرأة البحرينية في مختلف المحافل حيث تمكنت عبر قيادتها الحكيمة وخطواتها المدروسة أن تترجم الرؤية الملكية في الإشراف على متابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان تمتعها بكافة حقوقها من خلال المجلس الأعلى للمرأة ما يميز المجلس الأعلى للمرأة التبعية المباشرة لجلالة الملك هذه نقطة مهمة جدا وهذا يدل على تقدير صاحب الجلالة حفظه الله لدور المرأة والاهتمام باحتياجات المرأة كامرأة زوجة وأم وعاملة وموظفة وقائدة في كثير المؤسسات والنقطة الثانية التي تقوي عمل المجلس وترتقي بعمل المجلس إلى مراتب قيادية الرئاسة الحكيمة لصاحبة السمو في الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظه الله ومتابعتها الدقيقة لكل ما يتم من قرارات في المجلس الأعلى للمرأة أما الدلالة الثالثة فتتمثل في اختصاص المجلس النوعي والفريد وتميزه عن باقي مؤسسات الدولة في رفع التقارير المباشرة لجلالة الملك المعظم عن سير تقدم المرأة البحرينية وهو ما يتيح للمجلس أن يكون متابعا مباشرا لقيام الوزرات والمؤسسات الرسمية من الجهات التنفيذية باختصاصاتها فيما يتعلق بتنفيذ مشروعاته ومبادرات المجلس أما فيما يتعلق بدلالات اختصاصاته المنصوص عليها في الأمر السامي بإنشائه فقد جعل من المجلس الأعلى للمرأة بشخصيته الاعتبارية شريكا أساسيا في رسم السياسة العامة للدولة في مجال تلمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة والتي اعتمدت من قبل جلالة الملك المعظم في عام 2005 في سابقة على مستوى العالم وقد خطت مملكة البحرين خطوات جادة على طريق دعم وتمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة إيمانا من القيادة بأهمية تواجدها لتأسيس وبناء مجتمع يقوم على أساس التكافؤ والشراك الفاعل بين الرجل والمرأة وهو ما نص عليه صراحة دستور مملكة البحرين وبنود ميثاق العمل الوطني وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والذي يعد مرجعا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط هذا وقد استمر الدعم الملكي في مساندة الحضور الإقليمي والدولي للمرأة البحرينية بتواصل حصاده من خلال حضورها كعنصر فاعل في مؤسسات منظمة الأمم المتحدة إن مواصلة المجلس الأعلى المرأة مساعية لتقدم المرأة البحرينية وإدماجها فيما يدين العمل الوطني كافة لتبقى مسيرته المباركة شاهدة على مسيرة نجاح المرأة البحرينية وتجاوزها لمراحل التمكين لتصبح شريكا رئيسا في التنمية بمختلف أبعادها